يمكن سمعت يا كريم خبر الناشئين يمكن تابعنا كلنا مبارح المباراة على شاش قناة النادي الاهلي فكرة ان ضربة الموسم الاولى تبقى 8-0 يعني ده شكل الناشئين ده شكل الناشئين عندنا في النادي الاهلي فالناس باقي يعني تخاف من اللي جاي الحقيقة شفنا مبارح شكل مشرف جدا وكل جول كان احلى من القبل وطبعا بغض النظر ان الجول الاولاني هو كان الجول الاميز دي ولكن هيا فكرة 8-0 على فريق ايا كان هو من الفريق اكيد نتيجة كبيرة جدا وما بتتكررش كتير سواء على مستوى الناشئين او على مستوى الفريق الاول طيب خلينا بقى نقول لحضراتكم ردود الافعال السعودية على قرعة كأس العالم للاندية يمكن في العديد من الصحف بعد ما صلطت يعني والمواقع السعودية كمان صلطت الدوق على وقوع فريق الاهلي في طريق اتحاد جدة بمنافسات النسخة المقبلة لان الاهلي طبعا هيقابل الفائز من اتحاد جدة او اوكليند سيتي نبدأ بقى بصحيفة رياضية يمكن كتبت جنبت قرعة بطولة كأس العالم للاندية 20-23 فريق الاتحاد ممثل الكرة السعودية مواجهة منشاستر سيتي الانجليزي بطل اوروبا ووضعته في مصاري الاهلي المصري بطل دوري ابطال افريقيا فيما جاء بقى عنوان صحيفة الاقتصادية بانتظار الموقع العربية المرتقبة الاتحاد يبحث عن مجد جديد للسعودية في منديال الاندية مواجهة عربية بين الاتحاد السعودي والاهلي المصري بينما بقى كتبت صحيفة سبق الالكترونية مهدت قرعة كأس العالم للاندية في جدة لمواجهة عربية مرتقبة حيث ينتظر ان يكون الفائز من لقاء ممثل الوطن الاتحاد مع اوكلن سيتي لموعد مع مواجهة قوية مع الاهلي المصري بطل افريقيا طبعا اي مواجهة عربية بتكون ردود الافعال كبيرة جدا واكيد لو حصلت المواجهة دي هتشهد حضور جماهيري غير طبيعي زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل مع ايمن جلبرتو الحقيقة ان فكرة وجود حجد جماهيري سواء من جماهيري السعودية او جماهير النادي الاهلي في السعودية هنشوف مباراة مختلفة تماما ومباراة قوية وكبيرة جدا طبعا لا هيبقى ماتش تقطيع بالمعنى الحرف للكلمة وحيكون في مباراة جانبية موازية بين جماهير الفرقتين وانا ملاحظة لكل سعيد ان ما تخطش في طريق منشست سيتي على الاقل في بدايات النسخة دي من المونديال طبعا منشست سيتي يعني يتال عليه حقيقي شيء مخيف لأي فريق حيواجهه نتمنى ان احنا نواجهه ان شاء الله في نهاية هذه النسخة ونتمنى ان احنا ان شاء الله نعود منها النسخة القادمة من كأس العالم للاندية بما هو ابعد من اللي احنا حققنا قبل كده احنا اكتفينا بهذا قدر من الميداليات البرونزية ومتعشمين في الفضة والدهب ومش بعيد عن ربنا ولا بعيد على امكانيات وقدرات النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمرة اللي دايما بنتكلم عن ان هي بتكون حضرة بقوة في كل المواقف اللي تستدعي وجود هذه الروح اشتركوا في القناة